بيتر لوشر الرئيس التنفيذي لسيمانس سيضطر إلى التنحي عن منصبه بعد أيام من تحذيرات الأرباح التي دمرت سعر سهم المجموعة الصناعية الألمانية سيمانس قالت في بيان مقتضب أن لوشر قد يترك الشركة قبل أربع سنوات من انتهاء عقده فيما رجحت مصادر أن غالبية مجلس الإشراف ستصوت لصالح استبدال لوشر بجو كيسر المجموعة الصناعية التي تنتج القطارات فائقة السرع والمعدات الطبية تواجه منذ زمن صعوبات في الإدارة والإنتاج بعض المستثمرين يعتقدون أن كيسر الأوفر حظا لقيادة سيمانس سينجح في إعادة المجموعة إلى عهدها الذهبي